اشتركوا في القناة عيد اهم نبي بالعهد القديم كان بالجيل الثامن يعني بالسبعمية وشوي وهو الوحيد اللي اعطانا نبوءات انه يسوع بده يجي من العذرة ها ان العذراء تحبل وتلد ابنك اسمه اشعية قبل ما نعطي التفاصيل سنقرأ الانجيل قال لوق البشير عاد يسوع بقوة الروح القدس الى الجليل وزاع خبره في كل الجوار وكان يعلم في مجامعهم والجميع يمجدونه وجاء يسوع الى الناصر حيث نشأ ودخل الى المجمع كعادته يوم السبت وقام ليقرأ ودفع اليه كتاب اشعية وفتح يسوع الكتاب فوجد الموضع المكتوب فيه روح الرب علي مسحني وارسلني لابشر المساكين وارسلني لانادي باطلاق المسجونين وعودة البصر الى العميان واطلق المقهورين احرارا وانادي بسنة مقبولة لدى الرب ثم طوى الكتاب واعاده الى الخادم وجلس وكانت عيون جميع الذين في المجمع شاخصة اليه فبدأ يقول لهم اليوم تمت هذه الكتابة التي تليت على مسامعكم كلام الرب بالكتاب المقدس بالعهد الأديم اكبر كتاب بفصوله وبحجمه هو سفر المزمير عندنا مية وخمسين مزمور يليه سفر اشعية اللي فيه ستة وستين فصل ومقسوم الى ثلاثة اقسام فاذا النبي اشعية هو نبي من الجيل الثامن قبل المسيح شو يعني النبي النبي مش الانسان اللي بيتنبى فقط شو بده يصير بعدين النبي هون بالمعنى انه هو لسان حين الله الله عم يحكي بلسانه الله عم يحكي بلسانه هو لسان حين الله هو الناطق الرسمي بيقسم الله هو الذي ينبئ ويخبر بكلام الله المكلف به شرعيا من الله حتى الاستشهاد ولو كلفوا الاستشهاد عليه ان يشهد لكلام الله فاذا الله كان يستعمل الانبياء لإيصال بريده لإيصال اخباره لإيصال نصائحه لإيصال انذاراته لإيصال كل ما يجول بفكر الخالق هذا النبي كان مكلف انه ان يوصي لها وكان من النبي يعني ارستقراطية ايشعية كانت حالته كتير منيحة عكس البقية فاذا اللي بهمنا نحن هلأ نعرف انه سفر ايشعية فيه ستة وستين فصل لقب سمعوا منيح لقب بالانجيل الخامس شو معناته انجيل انجيل يعني البشرة وقت منقول انجيل ربنا يسوع المسيح يعني بشرة يسوع المسيح وهو يعطانا كمان البشرة انه المسيح بده يجي من عزراء وكلمة ايشعية وهوشع ويشوع هو الفرد كلمي فرد معناه معناته الله يخلص واضح الله يخلص يسوع يشوع يعني يشوع واشعية وهوشع كل لنسوا معناته الله يخلص تنقدر نستفيد من يحاق من اشعية المهم نعرف شو بيعني لنا اليوم انه بتقولوا لي يا ابونا ينان عم بتحكينا بنبي مينمائة سنة قبل المسيح يعني اليوم مرة أعلى الفان وثمينمائة سنة شو بيعني لنا اليوم بيعني لنا كتير انه هذا الانسان على الرغم من كل الاضطهادات ومن كل العذابات ومن كل الامور التي كانت تعاكس مشروع الله في تلك الحقبة هو يظل سابتاً لأنه نبوته استمرت أربعين سنة أربعين سنة عم يوعظ شو عم يوعظ؟ كلمة واحدة عم بيقولها أساس كل وعظ الأنبياء بالعهد القديم كلمة واحدة هي توبوا يا جماعة توبوا مثل ما قال لنا الله ارجعوا إلي أرجع إليكم وإذا ما رجعتوا إلي سأرسل لكم الوباء بعدنا عم ندفع حقه فإذن العنوان الكبير لكل الأنبياء في العهد القديم لكل الأنبياء بالعهد القديم هني يعني في عنا الأنبياء الكبار أربعة في من بعد دون خمسة مع إرمياء والمراسي وعننا 12 نبي صغير يعني 17 نبي وكانت كلمة واحدة موضوع واحد هدف واحد رسالة واحدة توبوا التوبي لا أكثر ولا أقل هذا اللي طلبوا ربنا من الأنبياء ويسوع وقت اللي إجا كمان جدد نفس الكلمة إن لم تتوبوا تهلكوا جميعكم وبعدنا هذه الكلمة اليوم هي كل الكتاب المقدس مختصر كلام الله بالعهد القديم ومختصر كلام يسوع بالعهد الجديد ومختصر تعاليم الكنيسة كلها سوى توبوك ما في غيرها لأنه أنا وقت اللي بكون تائب معناته أنه أنا عيش الالتصاق بربنا والاتحاد بربنا ومعناته عم صلي وعم بعمل أعمال رحمي كله هدا وأزا ما في توبة معناته فيها لك إن لم تتوبوا تهلكوا جميعكم فإذاً هيدا الإنسان النبي دعايا ربنا كان ربنا يدعو الأنبياء بأسمائهم وهو بالهيكل عم بيصلي واقفاً بالقرب من مذبح المحروقات هون زهر له ربنا زهر له الرب فرأى أربعة مشاهد واللي بيحب يطلع أكتر يقرأ فصل ستة من سفر إشعية شو شايف أربع شغلات رأى الرب جالساً على عرش رفيع وفوقه الملائكة يقولون قدوس 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 اللي من أولى بالإديس هيدا من نبوة إشعية هيدا اللي شايفوا واللي سمعوا اثنان تأثر النبي إشعية وقت اللي شايفها المشهد إنه اللي عم بيشوفه اللي عم بيشوف الشي عظيم جداً ولأنه اللي عم بيشوفه عظيم جداً طلب إنه يتطهر من الخطيئة من قبل أحد الملائكة اللي حطله جمرة بيتمه وطهره وآخر شي هان انتبهوا منيح ربنا عطاة دعوة عطاة دعوة لأنه سمع إشعية إشعية سمع الله عم بيقول عم بيقول بالرؤية اللي شايفها من أرسل إلى الرسالة والتبشير فقال له إشعية ها أنا جاهز أرسلني في عنكن أنبي يعتذر ومثل إرميا قال له يخي أنا ما بعرف بحكي وموسى قال له أنا يخيي ما بعرف بحكي فإذا فين يقول هلا أنا وياكم نتعلم شغلي إنه إشعية دعية رسول القداسي رسول القداسي ومن جملة أكواله لإشعية بيقول تطهروا وأزيلوا شر أعمالكم طالما أنا أزلت شر أعمالي معنيتها أنا طاهر وبيقول تعلموا الإحسان ساعدوا المظلوم واليتيم والأرملي يعني ما قاله إشعية من 2800 سنة ردده يسوع وبعدنا لليوم نحن عم نردد هذا الكلام لأنه بالنسبة لأنه بالنسبة لأنه بالنسبة لأنجيل متى كنت جائعاً كنت عطشاناً كنت عرياناً كنت غريباً هذا شي بيقلي شغلي مهمي جداً 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 أنه أنا لا أقدر أن أصعد إلى السماء بدون القريب القريب المحتاج القريب المظلوب القريب الحزين هذا بدي أنتبه له جداً وكافي لقداستي كافي أنه أن أتصلك سلم السماء هذا القريب هو سلم على السماء هذا اللي لازم نعرفه وزاعته وقت اللي أعلن عن جهوزيته إشعية وصار مرسل بدأ رسالته النبوية داعياً الشعب إلى التوبة وإصلاح الزيت هذا اللي وقالنا كمان أنه دامت نبوته أربعين سنين وما قاله المسيح إن لم تتوبوا تهلكوا قاله يوحنا فإذا قاله إشعية فإذا مفروض فينا نعرف نحن اليوم أنه ما نتجاه الكلام ربنا لأنه الأنبياء بالعهد القديم ويسوع بالعهد الجديد أنزرنا قالنا الويل لكم وعطونا كل التعليمات يعني ممنوع حداً منه يقدر يبرر حاله بممارسته للأعمال الشنيعة والبشعة إذا أنا أؤمن حقيقة وأنا إذا بصلي حقيقة معناته على مسلكي أن يتغير لأنه كل محور الصفر طبع إشعية ولو قبل المسيح بسبعمية وخمسين سنة محور الصفر هو الأداسة محور الصفر هو الخلاص محور الصفر هو المسيح اللي جاي محور الصفر الكتاب يعني الرجا بقى وأزا بدي أخد هاك لازمة لازمة الكتاب نبوة إشعية كلك اللي بتعرفوها عم يتنبى ليكل شيء رائع وقت اللي واحد مننا بيفكر بيقول أنه يا عمي إشعية بالفرص لتلاتة وخمسين إذا أنا بقريه هلا اليوم بتخيل أنه إشعية كان معه كاميرا وماشي على طريق الجلجلي عم بيصور كل إليم المسيح طيب وقت الواحد مننا بيفكر أنه هيدا النبي من سبعمية وخمسين إجا عم بيقلي لاك المسيح كيف بده يتقلم شوف أنه هيدا عمل الروح الأدوس ما فيني يفكر غير شيء حتى لو كنت غير مؤمن لازم إمن هون أنه يا خيش شو بيعرفك شو بيعرفك يا نبي ميخا أنه يسوع بده يولد ببات لحم شو بيعرفك شو بيعرفك يا إشعية أنه العذرة بده تحبل ويجي العمانوئين هذا الله اللي عم يكتب من خلال الرسل الأمثلات اللي بدنا نأخذها إذا بتريده أنه نتأمل بإشعية أنه هو رسول القداسي يصارع قوى الشر يعني عم بيصارع وين فيه خطية بده يستقصلها من الشعب تا يقدر تا يقدر هالشعب أنه يخلص لأنه إذا بناخد نبوة إشعية هي ثلاثة أقسام في عنا من فصل واحد لتسعة وثلاثين دعوة إلى التوبة توبه من فصل أربعين لخمسة وخمسين بيحكي عن مرحلة النفي إلى بابل وهونيك كان الشعب بلا عيش بدون رجا بس النبي طمأنه إشعية طمأنه وقال لهم أنه بتكن ترجعوا من السبي وترجعوا على أورشاليم وتعيشوا الاستقامة والعودة إلى الله وتقدموا الزبائح وتصلوا وتكونوا بتكونوا مثاليين بهالشي هذا فإذا لم تيلي الأولى أنه رهوي رسول قداسي يصارع قوى الشر اثنان يكون عنا جهوزية قدمة فينا لتتميم إرادة الله بحياتنا تالت م تيلي قبول الآلام والصبر قبول الآلام والصبر وأرزي بدي أعمل خلاصة لإشعية وأعمل مقارنة مع إنسان اليوم إنسان اليوم أو أقول إشعية اليوم شو بيقلي بيقلي أنه رجع لربك وربك قادر هو يخلصك ويحللك كل الأمور وكل المشاكل الاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية التكل على ربنا كتاب إشعية بيتوجه لكل واحد مننا اليوم الغرقين بأصنامه وبأنانياته وكأنه كأنه هوية الإنسان ما تغيرت من أيام إيدا محوى لخالفوا أمر ربنا وعملوا إرادتهم لأنه هونيك شايفوا لزتهم وشايفوا أصنامهم بعدها لليوم إشعية عم بيقلي زيح عن عبادة الزيت واتبع عبادة الله كمان بيقلي أنه أنتي على الرغم من المشاكل اللي تمرق فيها يا إنسان اليوم بالـ 2021 وـ 2022 وأكتر أنه هالمشاكل هايدي عم بتخليك تجبرك وتقول أين إلهنا أين إلهنا وينك يا الله وكلنا عم نقولها هلا بهالظروف اللي عم نمرق فيها أنه وينك يا الله الله دايما موجود ونحن المنضيعوا ونحن اللي منخليه موجود بحياتنا كمان بيدعوني إشعية أن نعيش بمجتمع على الرغم من كل الصعوبات نعيش حالة أخوي وسلام ونمشي نحو هدف واحد هو أورشاليم الجديدي نخلع على الإنسان القديم ونلبس إنسان جديد بكل الأحوال بنهي كلامي هون يبقى رجاءنا حيث لا رجاء يبقى رجاءنا بدنا نضل يكون عندنا أمل ويكون عندنا رجاء على الرغم من كل الضيقات اللي عم نمرق فيها لأنه سيأتي يوم الله رح يحقق انتصاره بواسطة رسله بواسطة خدامه وهار رح يتابعوا مسيرته ويقولون ليتك تشق السماوات وتنزل وكمان يقول آمين تعالى أيها الرب يسوع فإذاً كلها مع هالكلمات هايدي اللي كلها رجاء واللي كلها أمل واللي كلها إيمان نحنا ما لازم ننهار ما لازم نستسلم لهالضيقات اللي عم نمرق فيها مرق وفيها كل الأنبياء ورجع ربنا اتدخل يتدخل ساعة يريد وعلى من يريد وكيف ما يريد ونأمل أن تعود الأمور مزدهرة في أخوي في عدل في سلام وفي ازدهار كان معك للأب يناني عباد على أمل اللقاء فيكم بالحلقة القادمة ودائما من صوت المحبة من تفيد شاركي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة